حسنا لنذهب ما يميز هذا الجهاز لكن في البداية طبعا ما تنساش تدعم نشترك في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة بغير اي تاخير خلنا نبدأ ونشوف مواصفات الوان بلاس اس سري برو نبدأ مع بعض باستعراض محتوىات سندوق الجهاز طبعا عندنا الجهاز كتابات التعلمات دابوس الشريحة شاحن بقوة 100 واط بالاضافة لكابل الشح وعندنا كافر بيجي مع الجهاز نيجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئاسية للجهاز النسخة اللي باللون الاخطر بتيجي بوزن 207 جرام وسمك 8.95 من 100 ملة النسخة اللي باللون السيلفر بتيجي بوزن 2212 جرام وسمك 8.85 من 100 ملة النسخة اللي باللون الابيض بتيجي بوزن 225 جرام وسمك 8.7 ملة ظهر من الزجاج وفريم من الالمونيوم ومن الامام عندنا الشاشة الالتي باو اموليد اللي بتيجي بمقاس 6.78 من 100 بوصة بتردد 120 هرتز وبضقة 1.5 كا وأبعد 29 وكسفت بيكسلات 450 بيكسل في كل بوصة تستحز على نسبة 91% من واجهة الجهاز الأمامية بترعم الـ HDR 10 Plus بترعم تقنية الـ Dolby Vision وبستوع بوصة الـ 4500 نتز وعلى طبية حماية كورنين جوريلا جلاس فيكتس 2 شاشة ممتازة زواء الرؤية والتشبع والألوان ممتازين مش هتلاحظ معاي مشاكل جهاز بجيب أندوريد 14 وواجهة ColorOS 14 ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 معالج قوي جدا مش هتلاحظ معاي المشاكل في الأداء معالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر بتردد 3.3 جيجا يرتز ومعالج رسمات Adreno 750 أقوى معالج من Qualcomm حاليا جاز بيجيب عدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 12 مع 256 ونسخة 16 جيجا رام مع 256 جيجا زاكرة التخزين نسخة 16 جيجا رام مع 512 جيجا زاكرة التخزين نسخة 24 جيجا رام مع 1 طيرة زاكرة التخزين رامات من نوع LPDDR5X وزاكرة التخزين UFS 4.0 بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بتلات عدسات العدسة الأسية 50 ميجا بيكسل وفتحة العسة 1.8 وبتدعم تثبيت الصور البصر كاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل وفتحة العسة 2.2 ألتراويد كاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل وفتحة العسة 2.4 لخاصة بتصوير الماكرو كاميرا بتصوير فيديوهات فوركيب 60 إطار و1080 إطار كاميرا السيل في 16 ميجا بيكسل فتحة العسة 2.4 بتصوير فيديوهات 1080 إطار الجهاز بيجيب سماعتين استيريو ولا يدعم منفذ 3.5 ملي الخاصة بسماعات الأزن ولا يدعم تركيب كارت زاكرة خارجة لكن الجهاز بيجيب شرحتين FFG ودعم مقاومة الماء والقبار IP65 Wi-Fi 7 بلوتوز 5.3 GPS مزدوغ دعم الخاصية NFC ودعم الإنفراريدر التحكم في الأجهزة المنزلية بصمة الجهاز مدمغة في الشاشة من نوع أبتيكال سرعة ممتازة مع دعم الميزة التعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الأمامية بطارية الجهاز ضخمة عملاقة 6100 ميلا أمبير بتدعم الشحن السريع 100 وات الجهاز بيجيب اللغة الأخضر والأبيض والسيلفر وسعر الجهاز بيبدأ من 440 دولار لأقل نسخة لك أنا استعراض سريع لجهاز One Plus A 3 Pro أتمنى فلنها رب يقول الفيديو عجبكم معنا كأسوال سوف خانت تعالات في نساش تدعم نشترك في القناة ولكن للفيديو أشوفك العلقة للفيديو الجاي السلام